بجامعة الكويت سمنار لعروض طلبة قسم الجغرافية بكلية العلوم الاجتماعية حول تطبيقات نظم معلومات الجغرافية جي أس لعداد نظم معلومات جغرافية متكاملة لمنشآت الجامعة وبالنظر إلى تلك النظم الجديدة من الناحية العملية فهي تعدد تفائدة كبيرة للجهات الحكومية التي قد توفر عليها بدل المزيد من الجهد والمال لتوفير المعلومات أشرف عجمي والتفاصيل التجربة لا تكمن في التأكيز على النظريات بقدر ما تشدد على الانتقال من عالم التنظير لعالم الواقع من أجل أعداد كوادر يعول عليها في خدمة المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة موقع الشويخ موقع جامعة الكويت في الشويخ لو أعرضناه بالمناقصة ودخلت فيه شركات ستشعرية مش أقل من مليونين تنار عشان يعملوا بين المعلومات لطلبنا بنفسها في فصل واحد الاستعانة بالجهات الاستشارية لعداد مزل تلك النظم المعلوماتية قد تكلف الدولة ميزانية ضخمة من الممكن توفيرها إلى ما عممت تلك التجربة الدراسية على طلبتنا مقرر يعني يكمل متطلبات التخرج بالنسبة للطلبة فبالنسبة للطلبة يعني هذا جزء رئيسي وربما يعني دافع شخصي وخاصة أن يكمون بأعمال ميدانية المسألة ليس للتركيز على الجانب التنظيري القدمة بالمحاضرات إنما جانب العملي حماس الطلاب نحو استيعاب ذلك النظام المعلوماتي جعل غالبيتهم يقبلون عليه معتبرينه جزءا هاما من دراستهم العمل الأساسي هو أعداد النظام المعلوماتي اللي يعتمد على توزيع مكاني المساحات في الكلية سواء كانت قاعد دراسية أو مكاتب أو مختبرات وطبع الفيد من المشروع في الحياة العملية أهم شيء أن أقدم شيء لجامعتي أقدم شيء لنفسي أقدم شيء للكويت أولا وأخيرا وعموما فإذا الاهتمام بمثل تلك الأنظمة التكنولوجية يسهل على المعنيين الوصول إلى أهدافهم من أسهل وأقصر الطرق